اشتركوا في القناة حربية قوية جدا اللي هي باسم سير فيرم طبعا اللعبة نزلت على ستيم مجانية بس الاضافات راح تكون بفلوس اللعبة الصراحة جدا قوية فيها صعوبة شوي الاسلحة يعني غير متوازنة انا بس الحاجة السلبية في السلاح فقط فيمكن لازم انك تفتح جميع الاسلحة جميع الاضافات حق الاسلحة بعد كذا راح ترتب اسلحتك وراح تكون يعني ثابتة ما فيها ارتداد خلونا نتابع يا شباب طبعا اول شي راح تسوي لك حساب في موقع اللعبة طبعا تبطل خمس ثواني وتضغط على تخطي الاعلانات راح تنتظر لحد ما يفتح لك هاي الصفحة وتجي لك الريستر من هنا طبعا راح يطول لحد ما يفتح لك صفحة الريستر لازم تنتظر طبعا راح تطلقم رابط تحميل ستيم والثبتة اذا كنتم مثبتة تضغط على التحميل من هنا والثبت ستيم عادي على جهازك وراح تطلق رابط اخر تضغط على تخطي الاعلانات بعد كتسوي لك حساب في ستيم لانه ضروري سبق شرحته في الالعاب اللي قبل بعد كذا راح احط لكم رابط اللعبة على ستيم اهو مو ضروري بس اللي يبي يشوف اللعبة على ستيم واش الاضافات حقها راح يلاقيها حساب في الالعاب اللعبة على ستيم نعم اهو مو ضروري بس اللعبة على ستيم يابوي هلكتنا والله انك هلكتنا حاشة اعذروني يا شباب اه طبعا راح نروح للموقع مرة ثانى وننتظر لحد ما يفتح لنا الصفحة راح يتأخر لا تجاو تسألني وتعطلني انا وتقولي والله الصفحة ما تفتح معي انتظر لو تلاحظ الصفحة راح تاخذ شوي وقت لحد ما يفتح لك الريجستر هذا طبعا مو من الانترنت لو احطوا الروابط اللي قبل يعني فتح عادي ما في اي مشاكل فخلونا ننتظر شوي لحد ما يفتح لنا الريجستر حق التسجيل طبعا راح بعد ما تسجل راح يجيك ايميل على ايميلك لازم انك تفعل الحساب لازم انك تفعل الحساب ننتظر بس شوي انا كان بمكاني افتح الصفحة واخليها جاهزة لكم بس عشان البعض ما يفهم وين اروح يسأل اسئلة غريبة يعني وين اروح وين اضغط وين اسوي فخلونا يعني اتجنب هالاسئلة الحين راح يفتح لنا ان شاء الله ما راح يتأخر اكثر من كذا طبعا لما تثبت اللعبة راح نروح لستيم لحد ما يفتح لنا الموقع تكتب اسم اللعبة هنا في ستيم اسم اللعبة تجي للموقع كيف تحمل اللعبة من هنا من ستيم وتضغط على هذا الخيار الاول طبعا هذه اضافات بفلوس لو تلاحظوا هذه الاضافة يعني غالية كثير كثير وهذه الاضافة الاخيرة حق سنيبرات يعني ستيم مو نايمة ستيم يعني عارفة ايش تسوي وايش ما تسوي طبعا تجي هنا لهذه الصفحة تنزل لتحت طبعا اللعبانة موجودة على المكتبة حقي هذا كاتب لي انها موجودة تنزل لتحت تنزل تنزل بتلاقيها مكتوب بلاي جيمز ومكتوب عداها free to play تضغط على بلاي جيمز اذا حبيت تنزل اضافات هذه هي الاضافات ونزلها بس بفلوس لما تثبت اللعبة راح تجيك على سطح المكتب بهذا الشكل راح نرجع للصفحة طبعا لو تلاحظوا ظهر لنا تبي تسجل عن طريق الجوجل اللي معك حساب تربطه يصير تبي تسجل بالفيس بعد يصير تمام يا شباب اذا ما حبيت تبي تسجل ايميل جديد تضغط على بلاي نيم تكتب لك اسم اللي راح تلعب فيه والايميل اللي انت مفعل معك وتكتب الباسورد وتحط هنا صح هنا ما تكتب شيء تنزل لتحت تحط هنا صح اذا كان موحات صح وتضغط على الريستر طبعا الريستر مو فاتح معي لان هذه اللي مو معبيهم بعد كذا راح يجيك ايميل على ايميلك تروح للايميل وتفعل راح تلاقي رابط تفعل اول ما تضغط على الايميل تمام يا شباب اتمنى النقطة تكون واضحة بعد كذا تجي للعبة وتشغلها من على سطح المكتب اول ما تشغل اللعبة راح يطالبك هنا انك تسجل دخول يمكن من هنا يمكن من داخل اللعبة يطالبك تسجيل دخول يمكن راح يجيك اوبديت هنا راح انك تسوي اوبديت بعد ما تنتهم الابديت تضغط على بلاي يمكن يصير التسجيل من داخل اللعبة ما يصير من خارج اللعبة بعد كذا راح تجيك الصفحة طبعا اول ما تفتح الصفحة راح يكون عندك غير لانه لازم انك تسجل لازم انك تسجل يعني وتختار لك شخصية في البداية راح يقولك اختار لك شخصية واختار لك السلاح وكذا طبعا اذا حاب تلعب الانلاين تجي هنا وتحدد انت اي طور تبي تلعب طور الديثماتش اي طور تبي تلعب فيه وتضغط على بلاي شوي وراح يدخلنا ان شاء الله على الانلاين وراح نشوف اللعبة اللعبة الصراحة قادحة اللعبة جدا ممتازة بس الاسلحة يبينها انك تطور من نفسك عشان تلعب بالاسلحة يعني ما يكون عندك ارتداد في السلاح فلتوني باني في اللعبة فان شاء الله راح اطور نفسي الحين شوي وراح يدخلني للانلاين ننتظر بس طبعا الليفل اربعة الحين امشي في الليفل اربعة يعني الحين اروح في الليفل خمسة لما يتهي الليفل اربعة راح اروح للليفل خمسة وهذا اسمي هنا طبعا هنا الاسلحة نختار السلاح ونضبط نفسك طبعا تغير السترة حقك يصير خلاص هذه هي غيرناها السترة طبعا ترجع لللي قبل عادة ترجع راح نختار هذه وننتظر لحد ما يدخلنا للانلاين اوكي نرجع للهوم الحين دخلنا للانلاين ننتظر شوي طبعا اللعبة يا شباب ما تدعم اليد اللعبة تدعم الكيبورد والماوس فقط حجم اللعبة تقريبا ثلاثة جيجا بايت الحين راح يدخلنا اعتقد طور الباتري حق الفكتوري ليبارتي يعني هذا ما طور ديثماتش الحين راح يبدأ الجيم صبعا نموطع على الصوت بعد راح يبدأ بعد ويتينج فور بلاير اوف اربع دقائق عاطينا وايد كثير انا قبل شوي اللعبت يعني مو هذا الوقت اعتقد راح يلتغي الوقت مجرد ما حدي يدخل راح يلتغي خلو شوي نرفع من الصوت حق الا يبيه لثلاث دقائق لحد ما يدخلنا للأولاين طبعا راح نقطع يا شباب احسن التصوير لانه اربع دقائق مو شويه يعني ياخذ من ايوه الحين استول اقل الوقت خلاص ما راح نقطع التصوير طبعا لك ثلاث خيارات لفلات حق الاسلحة بس اضبطه واختار اللي تبيه من تحت وهذا القيم بده هذا القيم بده ولازم اللي تتبه هذا القيم بده ولازم اللي تتبه مده وزبن هنا والله ان ما في صوت في واحد فوق فوق دبحوا 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 خلاص خلااص قضو عليه لا يصير اروح راح ارجع من هنا اصلا ان شكله بتجيني غادرة سنع انا الحين ما اسمع الصوت الرمي وكذا عشان كذا انا متخوف لا حد يجيني وين هذا اللي فوق هذا ولا وين ها وهذا الاول وجبنا الاول ورا حزبا هنا لحد ما انتظر اشوف شارج دليفري باتري او بدري ايش يبي بالضبط هذا الثاني هذا الثالث الثالث يا حبيبي الثالث تعال وهذا الرابع اوف اوف ذبحني اخيرا ذبحني ثلاثة ذبحت وذبحوني مرة واحدة طبعا لما تموت راح يدخلك اوتوماتيك حط هنا صح وراح يرسبنك اوتوماتيك اختار السلاح اللي تبه من هنا وارجع يدخل للعبة تمام يشباب اتمنى اللعبة هذه اللعبة اللي كنت واعدكم فيها لعبة جدا قوية طبعا البعض اكيد يعرف اللعبة بس البعض ما يعرفوا بمانة انا اللعبة شفتها بالصدفة كنت ابحث العاب شوتر كتبت العاب شوتر فظهرت لي هذه اللعبة في استغربت فكرتها اول بفلوس يعني مو ببلاش استغربت انها اللعبة ببلاش فقلت دعني اجرب اللعبة فجربت اللعبة والصراحة اللعبة تستاهل التحميل دامها بلاش بس ستيم يعني عارفة للوضع ستيم يعني تارك الإضافات المهمة بفلوس تارك الإضافات المهمة بفلوس عشان أنت تنجبر أنك تشتري الإضافات بس اللعبة إذا تستاهل أنت تشتري الإضافات يعني ما يمنع وهذا ذبحناه راح أجي من هنا وراح أزبن هنا راح أنتظر للي يجي من داخل ضبحنا أوف ضبحني حلو خمسة مقابل أطول عليكم كثير أتمنى اللعبة تعجبكم وأتمنى تحطوا لا قدر ما تقدروا لأن المقاطع متعوب عليها بأمانة أتمنى أنكم تشتركوا في القناة لأن القادم أفضل بإذن الله كان معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن وأشوفكم على خير أتمنى تشتركوا في القناة أتمنى تشتركوا في القناة